يوم عرفة ايه وعدع منك ان النهاردة الجمعة بنقول اهو النهاردة الصلاة 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 الص قال له يا أميرة المؤمنين عندكم آية في كتابكم بتقرؤونها نزلت عليكم ولو كانت نزلت علينا احنا ما عشر اليود لاتخذناها عيدا قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعماتي وراضيته لكم الإسلام دين سورة المائدة سيدنا عمر بن الخطاب قال لنا عرفنا اليوم دوت ايه اليوم اللي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة الآية دي خلص أتممنا الدين قال لهم قالوا الآية دي لو نزلت علينا عملنا عيد وفرح وفرحنا وهيصنا وكذا وكذا بس هو عيد عندنا فعلا بنص الحديث يوم عرف عيد يوم عرف عيد احنا العيد عندنا من أول يوم النحر بعد كده أيام التشريق بس اليوم النحر اللي احنا بنعرفه ان هو يوم النحر هو يوم العيد وأيام التشريق لا بسمعي العيد كمان في عرفة عرف عيد بصي نص الحديث اللي روا أبو داود والنساء وما جوا صحح والألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة يوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى من يوم عرفة أنت ولدت من جديد ولدتك من جديد يقول لك الحاج يرجع يوم وأنت كمان يوم عرفة كده دعاء مستجاب أعظم الدعاء يوم عرفة اليوم اللي أخذ فيه الله سبحانه وتعالى الميساق على زرية بني آدم كلها آدم خد من زريةه حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أخذ الميساق من زهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة فأخرج من صلبه كل زرية زرأها فنطرها بين يدي ثم كلمهم قبلت قدامهم وإذ أخذ ربك من بني ده حديثنا بسعى رسالة السلام بيقرأ الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألا استبرت بكم قالوا بلى شهد أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين يوم عرفة أحد أيام الأشر الحرم ده شيء معروف إحنا قلنا الأشر أن عدة شور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماء والأرض منها أربعة حرم منها أربعة حرم سورة التو الأشر الحرم عندك زل قعدة وزل حجة ومحرم مراجب ويوم عرفة من أمس الحجة إحنا قلنا ومن يعظم شعر السواب مضاعف والأجور مضاعفة يوم عرفة أيام المعلومات اللي ربنا أسنع عليها في الكتاب وقال ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام المعلومات يوم عرفة ابن عباس كان آي الأيام المعلومات عشر زل حجة إيه تاني إيه تاني ده إيه الفضائل دي كلها إيه فضائل يوم عرفة الجميلة دي يوم عرفة أحد الأيام العشر اللي ربنا أقسم بيها وربنا يا جماعة لما بيقسم على شيء العزم والفضل والعلوم وقدره قال الله عز وجل وليال عشر برضنا عباس بيقول إنها عشر زل حجة قال ابن كثير وهو الصحيح دي فعلا العشر بتوع زل حجة يوم عرفة أحد الأيام العشر المفضلة في أعمالها على غيرها من أيام السنة كلها قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أسكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرم من خير يعمله في عشر الأطحى قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهلي ومالي فلم يرجع من ذلك بشيء حديث حسن الإسناد رواه الألبان حسن الألبان